السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى مرحباً أيها العزاء طلبوا طلبة الصفحة الخامسة الابتدائي ومع حل أسئلة وأنشطة الكتاب المدرسي الصفحة 36 و37 و38 و39 و40 و41 فمرحباً بكم أبناء العزاء مع حل أنشطة الكتاب جميعها هيا بنا أبناء العزاء مع حل أسئلة الكتاب المدرسي قبل الاستماع هل فكرت من قبل سؤال أبنائي وبناتي رقم ألف لماذا نرى السماء زرقاء هذا سؤال أبنائي وبناتي انظروا أبنائي لهذه الصورة تجدون أن لون السماء زرقاء وإذا نظرتم إلى السماء ستجدون أن لون السماء لون أزرق بسانة هنا سؤال يقول لي لماذا نرى السماء زرقاء والسؤال الثاني وكيف تبدو على الكواكب الأخرى زي المشترة وزحل وأورانوس ونيبتون تعالوا أبنائي وبناتي نجيب عن هذا السؤال إن شاء الله لماذا نرى السماء زرقاء الإجابة أبنائي تبدو السماء زرقاء لأن موجات الضوء الأزرق تنتشر أكثر من الألوان الأخرى ولأن اللون الأزرق مبعثر أكثر من الألوان الأخرى ولأنه ينتقل عبر موجات أصغر وأقصر يعني اللون الأزرق ينتقل عبر موجات أصغر وأقصر هذا هي الأسباب التي تجعل السماء تظهر باللون الأزرق نجيب على الجزء الثاني من السؤال رقم ألف وكيف تبدو على الكواكب الأخرى يعني كيف تبدو السماء على الكواكب الأخرى الإجابة أبنائي وبناتي ستكون تقول أحد المراصد الفلكية بإنجلترا بلندن أن سماء المريخ زرقاء باهتة وبسبب ضباب البخار المعلق الذي يظهر حول المريخ تظهر السماء أكثر إصفرارا بالنهار أكثر إصفرارا بالنهار هذا أبنائي وبناتي الإجابة عن هذا السؤالين ننتقل بعد ذلك أبنائي إلى رقم با لماذا خلق الله الجبال انظروا أبنائي لهذه الصورة تجدون بها جبال عالية لماذا خلق الله الجبال الإجابة أبنائي وبناتي سنجيب عليكم إن شاء الله وهي موجودة في القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى تعالوا أبنائي وبناتي أجيب عليكم لماذا خلق الله الجبال خلق الله الجبال ليثبت بها الأرض حتى لا تضطرب ولا تتحرك قال الله تعالى في كتابه العزيز والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي المقصود بالرواسي هنا أبنائي وهي الجبال وهي الجبال سورة الحجر آية رقم 19 وقال أيضا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم رواسي أيضا اللي هي إيه الجبال أن تميد أي تميل بهم سورة الأنبياء رقم 31 وقال تعالى ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة سورة النبأ آية 6 و7 طبعا ربنا هنا جعل الجبال أوتادا أي أن هذا الجزء الذي يظهر فوق الأرض تجد أن أكثر منه يوجد تحت الأرض تبع ليه للجبل وقال أيضا سبحانه وتعالى والجبال أرساها سورة النازعات إذن أبنائي وبناتي الجبال مهمة للأرض فهي تسبت الأرض وتجعلها سابتة لا تتزحزح وتحتفظ بالجاذبية الأرضية ننتقل بعد ذلك أبنائي إلى الجزء الثاني من رقم با وَمَاذَا سَيَحْدُسْ لَوْلَمْ تُوْجَدْ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ يعني وَمَاذَا سَيَحْدُسْ لَوْلَمْ تُوْجَدْ الْجِبَالَ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ لو لم يخلق الإجابة أبنائي وبناتي لو لم يخلق الله الجبال لمادت أي لمالت بناء الأرض وتحركت ولم تثبت في مكانها فهي كالرواسي والأعمدة للأرض كما أنها بيوت ومأوى للعديد من كائنات الله والآن أبنائي وبناتي ننتقل إلى باقي الأسئلة حل باقي الأسئلة ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام غير الصحيحة ألف وصف الأبو ابنه مالك بأنه كان كثير التساؤل والكلام في صغره إجابة صحيحة أبنائي وبناتي إذن أبنائي وبناتي الإجابة صحيحة رقم ب حصل دكتور أحمد زويل على جائزة نوبل في الكيميا إجابة صحيحة أبنائي وبناتي كما تعلمون رقم جيم لا يميل الإنسان بطبعه إلى التساؤل والفضول إجابة خاطئة نشاط رقم ثلاثة أبنائي بعد الاستماع أي بعد أن استمعنا إلى الدرس تعالوا أبنائي وبناتي نجيب عن هذه الأسئلة ألف بما كان مالك يشعر مع أسئلة أخيه المتكررة وهل تغير شعوره في نهاية القصة؟ تعالوا أبنائي وبناتي نجيب عن السؤال الأول بما كان مالك يشعر مع أسئلة أخيه المتكررة لماذا؟ 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 سنجيب أبنائي وبالله التوفيق ونقول قال لأمه لقد تعبت يا أمي من أخي بسبب تكرار أسئلته لماذا؟ دوماً؟ لماذا؟ لماذا؟ هذه أبنائي وبناتي إجابة بما كان مالك يشعر مع أسئلة أخيه المتكررة كان دايماً يتعب ودايماً يقلق من تلك الأسئلة وهل تغير هذا الشعور في نهاية القصة؟ نعم تغير شعوره وفكر كيف ينمي فضوله ويستعيد مهارات التساؤل وحب الاكتشاف لديه ننتقل أبنائي وبناتي إلى السؤال الذي بعد ذلك وهو ما الطريقة أو ما الطريق المثالي للتعلم؟ ما الطريق المثالي للتعلم؟ الإجابة أبنائي إن الفضول المعرفي هو المعلم الأول للبشر فالإنسان فضولي بطبعه وتدل تصرفاته منذ ولادته على طاقة ورغبة في اكتشاف العالم مستخدماً حواسه الخمس بعد أن يتعلم النطقة بكلماته الأولى يبدأ مباشرة في طرح مختلف الأسئلة بطريقة طبيعية وطبعاً أبنائي وبناتي كما قلت لكم هذا الأمر فضولي يزيده وفضوله يزيده يوماً بعد يوم يعني الفضول لديه يزيده يوماً بعد يوم فيزيد من الأسئلة السؤال الذي بعد ذلك أبنائي وبناتي وهو رقم دال حلل القصة بذكر عناصرها سنحلل القصة أبنائي من خلال الشخصيات والزمان والمكان والمشكلة والحل الشخصيات أبنائي هتكون مالك وأخيه وهاني والأب والأم أربع شخصيات مالك وأخيه هاني والأب والأم الزمان أبنائي بعد تناول الغداء بعد تناول وجبة الغداء المكان في البداية تكلم عندما كان يتكلم مع أمه كان ذلك في الغرفة أما مع أبيه فكان ذلك بالمكتبة يبقى كده أبنائي وضحت لكم المكانين المكانان المكانين الذين كان بهم الحديث عندما كان مع أمه كان في الغرفة وعندما كان مع أبيه كان فيه في المكتبة المشكلة أبنائي المشكلة بالنسبة لمالك مع أخيه أنه كان يتعب من أخيه لما كان بكرر لماذا 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 هذا بالنسبة لمشكلة مالك مع أخيه يبقى تعب مالك من هاني بكسرة التساولات لماذا أما بالنسبة للمشكلة الأساسية التي لم يعرفها مالك وهو توقف فضوله وقلة أسئلته وهذه طبعا مشكلة لم يعرف بها مالك إلا عندما تحدث معه أبيه وقال له أن المخترعين والمفكرين والعلماء الكبار كانوا يسألون كثيرا منذ صغرهم الحل أبنائي وبناتي سيكون بالنسبة لهذه المشكلة الاستمرار في الفضول والسؤال فالعلم خزائن ومفتاحه السؤال يعني اللي عايز يتعلم يسأل أسئلة كثيرة لذلك ونحن في الفصل نعرف الطالب المميز الذي يكون كثير السؤال فكثير السؤال هو المميز الذي يريد أن يتعلم ويريد أن يتفقه احفظوها أبنائي وبناتي جيدا ننتقل أبنائي وبناتي بعد ذلك إلى نشاطر كما أربعة لاحظ واستنتج ألف جزء دفء ضوء لاحظوا أبنائي الثلاث كلمات تنتهي بإيه؟ بهمزة لاحظوا أبنائي الهمزة وحدها أي متطرفة مكتوبة على السطر تعالوا أبنائي وبناتي نقرأ واحد الحرف المشترك بين الكلمات الثلاثة السابقة هو طبعا إيه أبنائي كما قلت لكم الهمزة موقع الهمزة في الكلمات السابقة متطرفة جهة اليسار يعني في آخر الكلمة متطرفة أبنائي يعني إيه؟ في آخر الكلمة في آخر الكلمة أي في نهاية إيه؟ الكلمة سبقت الهمزة بحرف رسم فوقه إيه؟ انظروا أبنائي الهمزة إيه الحرف اللي جاب للهمزة أبنائي؟ الزاي في الكلمة جزء عليها سكون أي ساكنة والفاء في الكلمة دفء وعليها سكون والواو قبل الهمزة وعليها سكون إذن أبنائي سبقت بحرف إيه؟ بحرف ساكن يبقى سبقت الهمزة بحرف رسم فوقه سكون وكتبت على الهمزة كتبت عليه يا أبنائي؟ على السطر ننتقل بعد ذلك أبنائي إلى إيه؟ رقم باء؟ ماء هدوء بطيء يبقى إذن أبنائي من هذا النشاط نتعلم أن هذا النشاط يتحدث عن الهمزة المتطرفة الهمزة المتطرفة التي تكتب في نهاية السطر وحدها تعالوا أبنائي وبناتي نختار كلمة من الكلمات دي ونضعها فين؟ في المكان المناسب الكلمة التي أو بنحل الأسئلة عليها أبنائي هيا نحل الأسئلة على الكلمات الثلاثة الكلمة التي بها مد بالآلف ما هي الكلمة التي بها مد بالآلف أبنائي وبناتي الكلمة التي بها مد بالآلف ماء مد باليا بطيء مد بالواو هدوء رقم اثنين فيها الكلمات السابقة سبقت الهمزة بحروف انظروا أبنائي إلى الحروف التي سبقت الهمزة تجد أنها ألف المد وواو المد ويا المد المد السلاسة بحروف المد إيه؟ الثلاثة الآلف يعني ممكن نكتبها هنا أبناء المد أو بنكتبها المد الثلاثة حروف المد السلاسة أو ممكن نكتبها أبناء إيه؟ المد الثلاثة ونكتب هنا الآلف والواو واليا الآلف والواو واليا تسمى الهمزة في نغط الكلمة الهمزة المتطرفة تسمى الهمزة في نهاية الكلمة أو في آخر الكلمة نهاية الكلمة أو في آخر الكلمة الهمزة المتطرفة ترسم الهمزة المتطرفة على السطر إذا سبقت بحرف إيه يا ابني؟ بحرف إيه؟ بحرف ساكن بحرف ساكن عليه السكون أو حروف المد الثلاثة الألف والو واليا بشرط يا ابني أن تكون إيه؟ حروف مد بعد ذلك ابناء نشاط رقم خمسة ضع مكان الفراغ كلمات مناسبة تحتوي على همزة متطرفة يعني يا ابناء الكلمة التي آتي بها لابد أن تكون بها همزة متطرفة سمعت صوت قطرات الماء بنكتبها هنا يا ابنائي بها همزة متطرفة سبقتها ألف مد تعبر السيارة بعد أن نجط الإشارة تضيء الإشارة تضيء الإشارة الخضراء الخضراء تعالوا يا ابنائي وبنائي نشاط رقم خمسة تاني ضع مكان الفراغ كلمات مناسبة سمعت صوت قطرات كما قلت لكم الماء تعبر السيارة بعد أن تضيء الإشارة الخضراء بعد ذلك ابنائي جيم تعاونت الأسرة في إعداد وجبة إيه؟ وجبة الغداء تسير السلحفة بنضط ببطء بعد ذلك ابنائي اكتب ما يملأ عليك قطعة الاملاء ابنائي وبناتي حتى لا أطيل عليكم ستكون إن شاء الله تأخذك تسير السلحفة بنضط ببطء شكراً لكم اشتركوا في القناة